رامي صبري يحذر زوج شام الذهبي من الارتباط فيها صدقته برضوة شاربيني قد تؤثر سلباً على زوجهم مزح معه خلال حفل الزفيف بهيد الحلقة رح نحكي عن كواليس حفل زفيف شام الذهبي خلال حفل زفيف شام الذهبي وهي بنت الفناني أصالة نصري حضر عدد كبير من المشاهير أصدقاء والدتاك لتهنيقتها ومشاركتها هالفرحة ومن ضمن الحضور كان فيه الفنان رامي صبري يلي قدم مجموعة من الأغاني الخاصة فيه خلال حفل الزفيف وخلال تأديته لعدد من الأغاني وصلت العالمية المصرية رضوة شاربيني فالتفت رامي صبري لعند العريس وقال له يبدو أن رضوة شاربيني صاحبتها لشام ربنا معك ورجع راح لعند رضوة شاربيني ومزحها وقال له أنا ما عندي مشكلة معيك ولكن مشكلتي مع البلوكات يلي بتنادي فيها هالفيديو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثيفة عبر السوشال ميديا وأعجب الجميع بعفوية رامي صبري وأيضا بالروح المرحى يلي موجودة عند رضوة شاربيني يلي ما زعلت منه من بعد ما قال له هيك قدم كل الناس على صعيد آخر ومن بعد حضور الفنان تامر حسني قدم أغنية سيس سيت أمام الأعلامية رضوة شاربيني فاعتبر البعض أنه هالأغني هي تحدي مضاد لرضوة خاصة أنه معروفة بعدوتها للرجال يذكر أنه حفل زفيف شام الذهبي تصدر محركات البحث عبر جوجل والترنديت على سوشال ميديا وذلك من بعد حضور عدد كبير من المشاهير أبرزون، إليسا، عمرو يوسف، ليلى زاهر، جمان امراض وغيرهم من النجوم أصدقاء والدتا الصالة نصري أما عن إطلالة شام بحفل زفيفة فاختارت إطلالة راقية جداً ومحتشمة خاصة ليتناسب مع ستيل الشعر يلي اعتمادته والطرحة الطويلة يلي كانت مرتديتها على صعيد آخر يشار إلى أنه شام الذهبي كانت متزوجة بالماضي من رجل أعمال آخر ولكن هالزواجة انتهى بالانفصال من بعد حب ديم لمدة عشر سنوات الملفت أنه والدتا أصالة كانت رافضة زواجة الأول خاصة وأنه كانت صغيرة على هالخطوة ولكن لما صار الانفصال رفضت أصالة أو شام أنه يتحدثوا عن أسباب هالطلاق يذكر أنه شام الذهبي من الأشخاص يلي ما بيحبوا يتحدثوا عن حياتهم الشخصية عبر السوشال ميديا أو على وسائل الأعلام ولكن بسبب توجودة دايم إلى جانب والدتا أصالة وشهرة والدتا الواسعة هيدا الأمر وضعه تحت الأضواء بطريقة غير مباشرة وبتعتبر شام الذهبي من أشهر أبناء المشهير يلي بتبع ألاف لبل ملايين الأشخاص على سوشال ميديا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة